أنا عدت عشر سنين كنت بتمنى ربنا يرزقني بطفل لحد ما عملت عملية حقن وطلع النتيجة بتاعتها مش كويسة فدي كتا أصعب لحظة علي سعيدها كنا بتقبلين بأمر إن ده أمر الله والإيمان والعزيمة هم اللي أخلونا إن شاء الله نعمل عملية حقن ربنا أكرمنا الحمد لله فالحمد لله بعدها عملت العملية وربنا رزقني فيروز من كترم أنا كنت فرحانة ما كنتش مسادها أصلاً يعني كنت برضو متبرجلة ومانيش عارفة أول ما فروز نزلت ووقت خلت البيت كله الحزن والزعب والشاجة اللي احنا كنوا فيه اترهب لفرح لانا إذا يطقت نور فتحت لنا يعني أكثر الله هزحي روقة في حياتي لما يكون فيروز في حدني متبقاش عايزة تسيبني متبقاش عايزة تسروعها عند أي حد عايزة تفضل على طول معاينة حسديني كلها بتاعتي فضل ما ربنا مزنع فيه حب الله ورسوله والدين والأخلاق الحميدة وصمرة الوطن بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى الفروز اواني تكون خالف صالح ربنا يصلح حالها وتكون عشتها احسن من حياتنا تتعلم وتكون في مستوى من التعليم كويس قوي وتكبر وتبقى كويسة بإذن الله يا حبيبي يا ربي حقلكم كل أحلامكم قد إيه متعتونا بكلامكم البسيط اللي يوصل فعلا من القلب للقلب وعايز أقول لكم أنا عارفة أنتوا شايفيني دلوقتي عايز أقول لكم أن أنا زميلي اللي كانوا معاكم في التصوير بلغوني أن فيروز كان نفسها في أورج فيا فيروز اعتبر الأورج وصل خلاص وأهم حاجة تخلي بالك من مذاكرتك ومن كل حاجة أنت بتحبي تعمليها في الحياة وتعلمي الأورج وأعزفي عليه وأنا هطلب من بابا وماما يبقوا يصوروك فيديو وانت بتعزفي عليه ويبعدوا هلنا على صفحة من القلب للقلب على الفيسبوك وأطلب طلب أخير من بابا وماما أنا عارفة أن هم بيعملوه بالفعل وهو ده دعوتهم أنتوا هتموا بفيروز ودوها كل الحب وكل الأمان وكل الحنان وإن شاء الله إن شاء الله أنتوا لما هتخذوا بالأسباب ربنا سبحانه وتعالى هيخليها لكوا فعلا من الذرية الصالحة ترجمة نانسي قنقر